مرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم إن شاء الله النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا موضوع الباركنسون ديزيز موضوع من أهم الموضوعات الميرالوجي وحالات بنقابلها كثير في البراكتس فهنتكلم النهاردة على البيزيكس والأبديتز بتاعة الباركنسون ديزيز إن شاء الله أول حاجة الباركنسون مرض قديم جدا جدا يعني اللي وصفوا في الأول خالص واحد الشاب اللطيف اللي انتم شاكينه ده اللي هو جيمس باركنسون وصفوا في الأول إن هو involuntary tremulous motion مش عارف والمسل power بتقل والparts are not in action يعني كلام عام كده شوية ما وصفوش بالتوصيف اللي احنا نعرفه حاليا بس اللطيف بقى إن الراجل ده كان يعني smart enough إن هو بس متكلمش بس على motor symptoms ده كمان وصف ال non motor symptoms يعني قال إن sleep ممكن بيبقى disturbed الباول ممكن تبقى affected وده بيخلي ال patient عن constipation ويقول the expulsion of pieces بيحتاج أحيانا mechanical aid يعني وصف ال constipation وصف دقيق الحقيقة في سنة 1870 بقى جي تشاركو قال يا جماعة على فكرة الباركنسون وصفه ده وسميه paralysis agitans بلاش الاسم ده وبلاش موضوع shaking pulsi ده وهنسميه instead Parkinson's disease تخليدا وتعظيما وإجلالا وتقديرا للرجل جيمس باركنسون العظيم ده سنة 1895 اتعاملت أول autopsy على ال Parkinson's disease وواحد اسمه بريسا رو بريسا رو في سنة 1870 تشاركو أحد أعلام ال Neurology قال لا يا جماعة ملاش بقى الاسم بتاع paralysis agitans والshaking pulsi والكلام اللي تقال ده هو المرض ده اسمه Parkinson's disease تخليدا وإجلالا وتعظيما وتقديرا لدور جيمس باركنسون في تشخيص المرض ده ووصفه في الأول خالص 1895 الراجل اسمه بريسا ده وصف خد أوتابسي ده من مريض باركنسون واكتشف المشكلة فينه اكتشف مشكلة السبستانشيا نيجرا يعني بيحصل degeneration dopaminergic neurons في السبستانشيا نيجرا وده كان أول واحد يوصف المنطقة اللي هي بيبقى incriminated للPathophysiology of Parkinson's disease فواقع الأمر بدأت بقى قصة الدوبامين deficiency hypothesis تتكون إن إحنا بيحصل عندنا loss of neurons في السبستانشيا نيجرا تحديدا الدوباميرجيك نيورونز نورمالي السل دي بتطلع دوبامين ولكن الدوبامين ده بيأثر على أو بيفولو الPathway to the striatum اسمه Negrostriatal Pathway إن شاء الله في محاضرة تانية أنا بحضرها تبقى موجودة في محاضرة تبقى موجودة على ديزل جانجليا circuits والPathways بس ما حبيتش إن أنا أحطها هنا لإنها هي محاضرة تقيلة لوحدها لنفعش تتحط جوه حاجة لازم تتقل كده لوحدها الموتور سيمتومز بتظهر في المرضى دول تقريبا لما بنفقق 50% من النيورونز يعني بيبقى عندنا زي ريزيرف كده أو احتياطي نقدر نشتغل به لكن ونصف قدنا نص المحتوى ده من النيورونز تبدأ الموتور مانيفستيشنز تظهر النيورونال ديجنريشن الباركنسون ديزيز is a degenerative disease لازم نبقى فاهمين ده هو ما هوش inherited disease ما هوش inflammatory disease it's a degenerative disease والدجنريشن فيه بيانتج من the accumulation of lewy bodies اللوي الفاثارجي ده معناه إن أنا عندي abnormal aggregates of proteins نورمال البروتينز عندنا بتبقى متقطع حدد صغيرة كده ما فيش كلاكي على البروتين البروتين aggregation أو المسفولدد بروتينز البروتينز اللي تبدأ تتجمع مع بعض دي هي الهول مارك بتاع معظم الديجنريشن في النيوراليج الزهايمر ديزيز هتلاقي نفس القصة السني كليوباتيز والتوافاتيز هتلاقيها كلها معتمدة على فكرة إن البروتينز تكالكع كلاكيع البروتينز دي عارفين زي ما اللبن كده اللبن السائل ده هو مليان بروتين بس البروتين مفتفتين فمش بينين أول ما اللبن يبوز ويقطع يسموه قطع خلاص بقى عمل كوتل صغيرة من البروتينز الكوتل دي بيتخلي خلاص نعرف كده اللبن باز نفس القصة طالما حصل بروتين اجريجتز الدنيا باز البروتين اجريجتز بقى في البروتينزون ديزيز هي الليوي بادي الليوي بادي او الليوي بادي ما هوش سبيسيفك للبروتينزون هو بيحصل مع أمراض تانية كتير بدليل اللي فيه نوع النوع النوع الانوعة ديمانشيا اسمه ديمانشيا ودلوي بادي والدمنشيا ودلوي بادي دي بيبقى معاة باركنسون برضو يعشان كيف يسميها باركنسون بلس سندروم هي الفكرة كلها في الدستربيوشن والأمونت بتاع الليوي بادي اتوزعت ازاي معلومة تانية الليوي بادي دي اصلا اصلا موجودة في 10% من البروتينز اللي اكتر من 60 سنة حتى من غير ما يبقى عندهم evidence of neurological illness يعني معناها انها normal phenomena with aging بتحصل بس الامونت بادي ايه والdistribution ادي ايه هو ده اللي يحكم ان احنا نخش بمرحلة الدزيز او لا وانهي دزيز انهي دزيز في وسط الليوي بادي تاثالوجي disorders الليوي بادي بتتكون من بروتين اسمه alpha sine clean الالفا سني clean ده طول ما هو فرضاني كده وحداني مونوميرك حلو وقشطة زي الفول اول ما يأجرج يعني يبدأ يتكلكع يبدأ يتجمعه تجمعه تجمعات يبقى فيه تجمعات لا احنا ما نحبش التجمعات يبقى الأجريتز دي هتتحول بعد كده الى fibrils والفايبريلز هتتحول الى bodies الباضيز بقى دي اللي هي الفولدد المانسوليبل اللي مش بتدوب بقى دي هي دي اللي تعمل لنا الباثالوجي او الأجريتز بتاعتنا بتبقى toxic to the neurons ولكن تكسيك ازاي والطريقة ازاي فيه طبعا حاجات لسه مش مفهومة قوي ولكن عموما عموم القول ان احنا عندنا سني كليوباثي بيؤدي الى lewy body pathology اللي بيؤدي الى degeneration اللي بيحصل في حالات الفاركنسون تحديدا في dopaminergic neurons في السبستانشيا نيجرا طيب ده كان overview سريع قوي قوي على الفاركنسون طيب الى lewy body pathology اللي بيجي ازاي بclinical picture هدون يجي سهل قوي ده احنا عارفينها يعني ما اتضعاش فيها واقع عديها على طول لا اكيد انا هعدى الحاجات السهلة البسيطة اللي احنا كلنا عارفينها على طول بس هفوكس على الحاجات اللي احنا ممكن نمس او clinical tips او pearls يعني الحاجات المهمة البركنسون ديزيز فيه اربعة cardinal manifestations لازم تبقى موجودة اللي هي مش لازم تبقى موجودة يعني ممكن تبقى موجودة زي البردي كاينيزيا rigidity resting tremors و putural instability دول الاربعة الكبار طب حد يقدر يقول لي which of الاربعة دول is the most important اللي هي ماينفعش التشخيص من غيرها فكروا كده المدة ثواني الاجابة واقفوا الفيديو وفكروا لمدة ثواني الاجابة البردي كاينيزيا لازم البردي كاينيزيا تبقى موجودة ده الفيتشر الرئيسي والاساسي اللي لا يمكن تشخيص ان الpatient ده عنده Parkinsonian syndrome من غير ما يبقى موجود ايه ده يعني معقولة ممكن يبقى حد عنده Parkinsonism او Parkinson disease مثلا وما يبقى عنده tremors او ممكن بس ما يبقى عنده نقطة تانية نقطة الترم بتاع البركنسونيزم الترم بتاع البركنسونيزم يختلف عن البركنسونيزم Parkinsonism is a clinical syndrome السندروم اللي هو فيه Parkinsonian features دي كلها لما في الاخر بقى اكون فيجر البركنسونيزم ده انه هو ال الاضيوباتيك فورم اللي بيجي في ال Old Age اللي هو مش عارف ايه ده بقى اسمه Parkinson disease بس ممكن البركنسونيزم ده يحصل لحد خد typical unpsychotic واحدة فاقعة حقنة موديكيت ولا حقنة من حقنة typical unpsychotic ولا خد صافيونيزم مش عارف ايه الحاجات اللي هي الانسايكوتيك دخل في Parkinsonian features زي اسمه Parkinsonism But this is not a Parkinson disease يبقى مفهوم البركنسونيزم هو المفهوم الاعم والاشمل طيب الموتور مانيفستيشن عندنا البراديكاينيزيا اللي هي slowness of movement كلنا عارفينها البراديكاينيزيا دي هتخلي العيان بطيء وعنده حاجة اسمها facial hypomemia اللي هي المسك face term جديد مش جديد يعني ومعروف بس ممكن نكون ما بنستهدموش كتير facial hypomemia اللي هو decreased facial expression تلاقي العيان متنح كده ومفيش blinking وتلاقي وشه مجمد كده ماسك فيس حاجة تانية hypophonia صوته اوطى من الطبيعة تلاقي صوته مش مسموع مايكروغرافيا انا بقى بتكي على المانيفستيشن اللي ممكن ما بناخدش بالنا منها قوي مايكروغرافيا تلاقي العيان خطه صغر وتلاقي القصة دي عملت له مشاكل في قمضة البنك يروح البنك بعد ما كان بيمضي بقى الامضة اللي هو ايه ويقعد بقى يلعب كده في الامضة ويعمل الحروف كبيرة كده لا يا دوبك بقت على الاد فما بقيتش الامضة متابقة للامضة القديمة بتاعك ما بيعرفش بلع كويس difficult swallowing rigidity rigidity نوعين اللي هي cogwheel وال lead pipe cogwheel lead pipe بينا من اسمها كأني ببني مصور الرصاص فالresistance موجودة والثرو لكن cogwheel كأني بعدي على truce فده معناها اننا بيبقى الresistance دي متقطعة بالtremors طبعا ال rigidity ممكن تبقى موجودة عند all joints ولما جاء test 4 الفرق بينها وبين spasticity ان انا test slowly يعني عشان لقيها test slowly لكن spasticity تبان وانا بعمل الحركة بشكل سريع يبان بقى class blind spasticity resting tremors tremors هتبقى موجودة during rest وليها شكل اللي هو pill rolling كأني ماسك سبحة وبسبح بيها ليها اسم تاني يقولك كأنها money counting عارفين بتوع البنوك كده ليهم طريقة في عد الفلوس يعد الفلوس كده بطريقة سريعة كده كأنه شبه الترامورس بتاع البنوك ودي موجودة في 70% من البنوك يعني برضو دي نقطة مهمة جدا ان احنا زا ما اتفقنا مش لازم كل البنوك في البنوك ان يكون عندهم resting tremors الاول بتبقى موجودة في الهاند بعد كده ممكن تروح لحيطة تانية ممكن تروح للجو ممكن تروح لللور لامس تلاقي patient رجليه بتتريعش تلاقي الpatient دقنه بتتريعش كده يسموها الجو ترامورس دي الشيء اوزكر يعني يسموها rabbit syndrome لانها عاملة زي الارنب حتى شاف الارنب واو بيأكل تلاقي ليه حركة كده بقوا عمال يرعش كده فهي يسموها rabbit syndrome وبرضو الشيء بالشيء اوزكر مش هنلاقي ان العينين باركنسون من رأسهم بتتهز يعني اذا لقيت الpatient رأسه بتتهز whether no no او yes yes كده او no no this is not Parkinson this is mostly essential tremors يعني عينين البركنسون اللي بتريعش في جسمهم اللي بتريعش هي دقنهم في الوش يعني لكن الراس نفسها ما ترعش لو الراس رعشت غالبا دي essential tremors البوشرا الانستابلتي البوشرا الانستابلتي مهمة جداً ان العينين دول سهل او يقعوا يقولك انا وانا ماشي حاسس ان انا هتكفي حاسس ان انا مجرد ما يعني زلطك كده في الارض هتوقعني في الارض هنتست ليها ازاي؟ هنتست بال antropulsion والretropulsion نقق قدام العيان ونشده علينا نقق قدام العيان ونشده علينا بس طبعا نازم نبقى حمين ضهره يعني ما نشدوشه ونققه في الارض نجيبله مصيبة ده واحد اتج ممكن يجيله نكفيمر ولا حاجة فنبقى نشده علينا كده بس احنا وقفين في ضهره بنحميه بس نشوف الpostural instability عشان الpostural reflexes mainly موجودة في البونز والميد برين ومانلي بتحتاج الدوبامين بتبقى افكتد في العينين دول ولكن تحصل لات شوية يعني مش من الاول اللي بتحصل في عينين الفاركنس الـ gate impairment طبعا اشكالها كثير جدا ممكن يبقى الـ gate بتاعته وشورت ستابس وشوفلنج بيحك في الارض ممكن يحصل فريزنج يعني فجأة يوقف ما يقدرش يتحرك لا قدام ولا ورق وخاصة في الملفات يجي عند الملفات يحصل له فريزنج يوقف ويتصمر في الارض كأنه لزق في الارض فستنيشن معناها ايه؟ معناها تحصل الى الارض يعني تجد العينين كأنه يتكفي على وشه وهو ماشي وممكن فعلا يتكفي على وشه بسهولة النوموتور مانفستيشن نتكلم عنها في الأول وركز قوي على حتة السليب وركز قوي على حتة الكنستيشن فعلا ممكن يبقى فيه كمان سايكواتيكس سيمتوم والسايكواتيكس سيمتوم هنا مهم ان احنا نفرقها من السايد افكس لان زي ما هنعرف ان الدوبامينيرجيك تريتمنت وبالذات الليفو دوبا يبقى ليهم هلوسيناتري سايد افكس فلازم نفرق هل دي الهالوسيناتشن بتاعت الباركنسون ولا جنوان لي بتاعت المرض ولا ده ديمانشيا ودلوي بادي لان عيانين الديمانشيا ودلوي بادي كمانلي يبقى عندهم والهالوسيناتشن تحصل فيهم early in the first year of the disease وديه النقطة من النقطة اللي متفرقوا بين وبين الباركنسون ديزيز يبقى ممكن يبقى عندهم كمانلي يبقى عندهم العيان يعني ايه يعني العيان يأكت out the dreams يجي السليب بارتنر مراته ولا جزهة ولا حاجة يقول ايه ده بقى بالليل بيفزعني يقوم بالليل عمال يضرق فيها ويشلت ويتخانق وكأنه بيكلم حد هي دي rein behavior disorder اوتوناميك دي بقى common عندهم جي اي تي اللي هو الكنستبايشن مثلا اللي احنا قلنا عنيه sexual dysfunction orthostatic hypotension ممكن يبقى فيه pains وparathesia ودي very common ودي احد اشهر الاسباب اللي بتخلي عينيني فاركنسون يتعمل لهم عمليات غضروف يروح يضل الطريق الى نيورو سيرجري ونيورو سيرجري يقول له ده انا عندي مثلا اي اشتكيلي يقول له انا عندي نيكبين عندي لوباكبين يعمله يلاقي فيه spondylosis او يلاقي فيه disk protrusion وده طبيعي في حد نيورو سيرجنز يعني ربنا يبرك له اللي هما بيتوصوش يلا تعالى خش قط العمليات يدخرج من قط العمليات زي مهو ايه اللي حصل؟ الباكبينز اللي عنده مش من spondylosis مش من السيربايكال ديسك مش من اللمبو سيكريل ديسك مال من ايه؟ من باركنسون باركنسون ديزيز يعمل باكبينز ودي بنشوفها كتير جدا في عينين الباركنسون ديزيز ان الكوجنيشن عندهم يبتدي يقل والموت طبعا ده اساسي الدبريشن والانيكزيتي والأفافي كل دي نان موتور مانيفستيشن وقد تصبق النان موتور مانيفستيشن قد تصبق الموتور مانيفستيشن في الفترة اللي احنا عمليين نفقد فيها نيورونز في الاول كده وزا ما اتفعنا بيبع عندي ريزيرف خمسين في المية عوبل ما الموتور سيمتمز تظهر في الفترة دي انا بفقد نيورونز تعمل لي نان موتور مانيفستيشن راضر ان انها تعمل موتور مانيفستيشن دي تجميعة للنون موتور مانيفستيشنز بتفاصيل أكتر شوية بس يعني إجمالا إحنا قلنا معظم النون موتور مانيفستيشنز في السلايد اللي فات باياجنوسيس أو باركينسون ديزيز إزاي نشخص باركينسون ديزيز هتقول لي سهلا قوي باركينسون ديزيز ده محتاج حاجة ده لا محتاج إشاعة ولا محتاج لاب ولا محتاج أي حاجة خالص ده كله كلينيكا وكلينيكا اللي خلاص احنا قلناه فين المشكلة اللي عندك لا عايز أقول لكم إن فيه كريتيريا فور دي اجنوزيز أو باركينسون ديزيز وإيبليم إنه مش كتير مننا يعرفها مش عارف ليه مش عارف ليه إحنا الدي اجنوزيك كريتيريا قد تل باركينسون احنا بنعتمد على إن الكليينيكا اللي بتاعه سهل وواضح فبنشخصه بسهولة ولكن واقع الأمر هو فيه دي اجنوزيك كريتيريا ودي اجنوزيك كريتيريا مهم إن احنا نبقى ملمنين بيها عشان ما يحصلش كونفيوجن مع حاجات تانية اه سهل تشخص باركينسون ديزيز بس سهل برضو إنك تلخبطه مع لو عند عنده باركينسون كلاس أو عنده ساكندري باركينسونيز ممكن تتلخبط مع حاجات تانية that's why you have to be aware with the diagnostic criteria أول حاجة في البركينسون ديزيز عشان أشخصه لازم ألاقي باركينسونيزم وبعد ما ألاقي باركينسونيزم لازم أبقى أعرف هل أنا باركينسون ديزيز ولا سكندري باركينسونيزم ولا باركينسون بلس لازم أدفرينشيات from other causes of Parkinsonian manifestations or Parkinsonian symptoms الأسباب بتاعت السكندري باركينسونيزم بطير infections, toxins, drugs زي dopamine blocker agents واللي هما يعني classical neurolaptics أو typical and psychophics brain tumors cranial trauma metabolic vascular حاجات بقى miscellaneous يعني degenerative disorders اللي هي ممكن يبقى معها Parkinsonian features دي كلها أسباب للبركينسونيزم وهنا حطت خطة تحت ISM Parkinsonism rather than أنها تبقى Parkinson disease مهم جدا أننا نعمل imaging especially لو أنا عندي red flags against the diagnosis of Parkinson disease يعني مش متطمن مش متطمن وهنعرف دلوقتي red flags اللي نخليه مش متطمن للتشخيص عيان مثلا young age و جاي بباركنسون بباركنسونيزم مهم جدا أننا نعمل imaging ممكن ألاقي حاجات suggest علي Wilson disease Wilson disease مالوش typical presentation في الامجنج ولكن ممكن ألاقي bilateral symmetrical hyper-intensity أو bilateral symmetrical abnormal signals في mid brain والبيزل جانجلي ده برضو عيان Wilson disease في bilateral symmetrical abnormal signals في lintiform nucleus bilaterally و طبعا ما ننساش أننا نبص على الكايسر فلايش الرينج لو patient young age جاي بparkinsonian manifestation عشان الويلسون disease طبعا احنا ممكن نشوفها بالعين المجرادة ولكن الأفضل أن نحن نبعثها لـ experience the ophthalmologist عشان يتشاك عليها ويتشاك بالسلت لامب إذا كان فيه كايسر فلايش الرينج أو لا طبعا من الحاجات الـ diagnosis التانية المشهورة اللي هي الـ Parkinson Plus زي multiple system atrophy على سبيل المثال و الملتبل system atrophy ممكن بيبقى ليه كذا طيب منه الـ Parkinsonian أو الـ Parkinsonism اللي هو الـ P type والـ C type اللي هو الـ Cerebellar والـ Mixed type اللي هو الـ P and C هنا فيه sign مشهورة قوي اللي هي الـ Hot Cross Bun sign ودي بتبقى موجودة في الـ Ponds بيبقى شكلها عامل زي الكروس كده بالظب ودي نتيجة انه بيبقى فيه هايبر انتنستي موجودة في الـ Middle Cerebellar دي أشهر يعني sign في الـ multiple system atrophy بس طبعا الـ clinical presentation بيبقى فيه حاجات تفرق الـ multiple system atrophy من الـ Parkinsonism أو الـ Parkinson disease وعشان كده لما نشك في حاجة زي كده لازم نطلب M-R-I ولازم يبقى good quality M-R-I عشان نقدر ان احنا نشوف الساين تشخيص تاني برضو ممكن نتلخبط فيه شوية اللي هو الـ Progressive Supranuclear Policy اللي هو العين بيبقى عنده Gaze Policy وبيبقى عنده Belver Manifestations وبيبقى عنده Foles Recurrent Foles بس الفولز بتبقى الورى مش اللي قدام ودول الإشعب بتاعتهم بتبقى مميز فيها ان فيها حاجة ساينس معها Hummingbird هامينج يعني اللي هو الطقر اللي يسموه الطقر الطنان هامينج بيرد ساين اللي هي دي تلاقي الميت برين من فوق كده في الساجة الكاتس تلاقيه رفيع كده وعمل زي بوز الطقر كده فيه ساين تانية اسمها Mickey Mouse Sign برضو بتبان بس دي بتبان فيه الـ Axial Cuts للميت برين نتيجة الأتروفي اللي بيحصل في السريبرال بيدانكلز في السريبرال بيدانكلز فهنلاقي ان شكلها شبه الميكي ماوس بس لأسف مش معروضة هنا برضو التشخيص كمان محتاجين نفرق بينه بين الـ Parkinson disease اللي هو الكورتيكو بيزل جانجليونيك دي جنريشن وده بيبقى فيه دي جنريشن موجود في الكورتيكس وفي البيزل جانجليا وغالبا بيبقى زمان في 1992 كان فيه الـ UK Parkinson Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria وده كانت الكرياتيريا الأشهر اللي هو انا شخصيا لما كنت نايد هي دي اول كرياتيريا انا تعرفت عليها اللي هو يقول لك عشان تشخص الـ Parkinsonian syndrome مش Parkinson disease عيني يبقى عنده Parkinsonism لازم في الاول يبقى فيه Bradykinesia Leaslonis of movement معاها at least one of the following يعني في الاول خالص اثبت ان العيني عنده Parkinsonism لسه يعني دخلوا الاول Under the umbrella of Parkinsonism بعد كده شوف بقى هو Parkinson disease ولا حاجة تانية بس لازم في الاول تحطه تحت umbrella of Parkinsonism Bradykinesia واخد معاها at least one من الاتين اللي هو rigidity or rest tremors اللي هم مجموع الاربع الكبار بس الـ Bradykinesia دي اساسية وحط معاها واحدة من التلاكة التانية بس بعد اما تعمل ده اعملي exclusion criteria لل Parkinson disease الحاجات اللي انت لو لقيتها تقول لا 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 ده مش Parkinson disease يعني مثلا عيان عنده repeated strokes repeated head injury encephalitis oculogaric crisis more than one relative يعني شكلها حاجة inherited sustained remission لا ده progressive disease مش يحصل sustained remission مازال يونيلاترال بعد ثلاث سنين اه هو يبدأ يونيلاترال بس ما عودش يونيلاترال كل ده لازم يفروغرس supranuclear gaze policy فكر في PSP Surveller signs فكر في MSAC اللي هو multiple system atrophy type والc type severe autonomic involvement يعني dysautonomia لا فكر في Parkinson Plus زي MSA مثلا severe dementia فكر في low body dementia مثلا بابنسكي لا ده معه برامي ده غالبا معه حاجة تانية في tumor في الbrain negative response to large doses of lipodopa لا المفروض ان انت اه حتى لو lipodopa بيعمل مشاكل بس أتليست لازم في الاول يبقى في very good response to lipodopa MPTP exposure اللي هو اللي كان موجود في الهيرون الناس اللي بتدمن الهيرون والكلام ده في مادة فيه ليه الMPTP والexposure ليها ممكن يعمل باركنسونيزم بعد ما عملت يعني الحاجات بقى exclusion عملت لها exclusion يعني تأكدت ان ما فيش exclusion criteria دعم بقى واكد تشخيص الباركنسون انت كل ده تأكدت ان ده باركنسونيزم وتأكدت ان ما فيش حاجات ت exclude Parkinson disease طب يا حبازة بقى لو ايه لو حبيت تدعم وجود Parkinson disease او تشخيص Parkinson disease مثلا 3 or more من اللي جاي Unilaterality Onset Unilaterally ان فيه wrist tremors انه progressive انه persistent asymmetry ودي نقطة مهمة انه والعيان غالبا لما بيه progress بتفضل الناحية اللي بدأ بيها هي affected act وهي الناحية اللي فيها tremors اكد وهي الناحية على فكرة اللي complications ستحصل فيها اكد زي مثلا dyskinesias motor fluctuations والكلام ده هتلاقيها بتأفكت النحية اللي بدأ فيها اكدر اكسلانت response to levodopa سبير levodopa induced كوريا يعني لما لما عيان ان الباركنسون ياخد levodopa فيخش ديسكانيزيا ده بيؤكد انه باركنسون لان غالبا motor fluctuations والدسكانيزيا ما بتحصلش في النون باركنسون patients وان response to levodopa ممكن يقوم باكتر من خمس سنين يعني يفضل العيان ياخد levodopa اكتر من خمس سنين كل دي حاجات بالدعم وطبعا clinical course of ten years or more خلاص انا اتأكد بملايات عن مجال الشك ان ده باركنسون disease في الفين وخمستاشر دي الكريتيريا اللي محدش بيتكلم عليها كتير واللي محدش شرحها كتير اللي هي موبينتس اوردر سوسايتي دياجنوستي الكريتيريا في الفين وخمستاشر قالوا ايه؟ قالوا احنا عندنا clinical established Parkinson disease clinical established Parkinson disease دي عبار عن ايه؟ اول حاجة يبقى عندي bradycine easy لازم تبقى موجودة plus either rigidity or rest tremors استبعدوا البوسترين انستابلي يعني في الاول خالص كده عشان تدخلني تحت مضلة الباركنسونيزم اديني براديكينيزيا ومعها one of two اللي هما rigidity or rest tremors الكريتيريا الاولينية كانت one of three يعني كان حضت معها البوسترين انستابليتي هنا استبعدوا البوسترين انستابليتي انستابليا 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 باركنسونيزم لازم تتأكد ان ما فوش اي exclusion criteria اللي هما دول اللي هما غالبا كانون exclusion criteria الاولينية وما فوش red flags no red flags ومعها اتنين supportive criteria هتقول لي مين بقى ال red flags ومين supportive criteria ومين exclusion هنقولهم دلوقت بس الشرط مفيش exclusion criteria للباركنسون مفيش red flags against البركنسون ومعايا اتنين supportive criteria at least عشان شخص طيب لو clinical probable clinical probable اقل من clinical established اكيد اكيد مفيش exclusion criteria لان exclusion criteria ممكن اقبل one or two red flags بس لازم مقابل ليهم عدد مساوي من supportive criteria يعني اذا لقيت one red flag يبقى one supportive criteria لقيت two red flags يبقى at least يبقى في two supportive criteria طيب هتيجي تقول لي مين هما exclusion 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 زي ما قلنا هما تقريبا تقريبا زي اللي فاتوا تقريبا زي اللي احنا قلناهم في criteria 92 طب red flags ان انا عندي حاجة مش مريحاني يعني حاجة مش typical for parkinson زي مثلا rapid deterioration of gait مفيش motor symptoms في early pulver في respiratory في severe disautonomia في recurrent falls كتيرا disproportionate anthracollis اللي هو العيان اللي عامل كده anthracollis ده اكتر بيحصل مع عينين المس اي multiple system atrophy pyramidal tract signs واضحة bilateral symmetrical اللي احنا متعودين على ال asymmetry كل ده flags طب supportive criteria بقى ان انا يبقى عندي clear and dramatic positive response العيان ياخد السينيمات يبقى حاجة ثانية فل شبعة منها وارد lipodopa induced dyskinesia حتى complication تثبت لي ان ده parkinson واني يبقى فيه rest tremors واني يبقى فيه post of diagnostic test سواء لل olfactory loss خلي بالنا من الحاجات اللي احنا متكلم عليها في non motor اللي هو loss of smell وده مالوش علاقة خالص بقصة الكورونا اللي احنا فيها ده ده من الاول عينيني parkinson قدان في الموضوع ده قبل ما تظهر قصة الكورونا دي خالص ان من early signs of parkinson disease loss of smell ده وده واحد من early manifestations اللي ممكن تحصل وبالتالي انا عشان اشخص عيان parkinson محتاج step 1 ان انا اثبت انه parkinsonism في وجود bradykinesia plus rest tremors and or rigidity عموما الكلام ده مش موجود يبقى انا ما نفعش ادخلك اصلا 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 احطك ان انت parkinson disease اذا كنت انت مش مستوفي parkinsonism ما دخلتش تحت الامبريلا اصلا طب الكلام ده مستوفى يبقى لازم ن exclude كل exclusion criteria نتأكد من exclusion criteria مش موجودة اه اتأكدنا انها مش موجودة نشوف ال red flags لو red flags absent ومعايا اثنين supportive يبقى انا كلينيكالي دفن لو الريد فلاجز موجودة واحدة او اتنين بس معايا واحد او اتنين سبفورتف ده يشيل ده او ده يسنت ده يبقى في الحالة دي انا كلينيكالي بروبابل باركنسون ديزيز طيب ازاي نعمل ستيجينج للباركنسون ديزيز لازم نبقى عارفين انه الباركنسون ديزيز له برودرومة يعني ايه برودرومة يعني فيه ارهاصات المرض انا لسه ايلا واحدة دلوقتي من شوية اللي صاحي ومركز قوي في الفيديو هياخد باله ان احنا قلنا واحدة من الارهاصات دي لصف اسمال از واحدة من الارهاصات دي الانوزميا الانوزميا تلاقي العيان عمال يخبط برجليه وهو نايم وعمال يتخانق في الحين الاربع دول برودرومة وكلهم نان موتور لو ناخد بالنا عمره ما هيتشخص الا لما غالبا لما يبدأ الموتور مانيفستيشن يفضل العيان يعاني منها فور يشزن ييرز زي ما احنا شايفين هنا كده يعني البيشنت بيتشخص هنا غالبا لما تبدأ الموتور سامتونس لكن قبلها البري موتور ده قبل الموتور ما يظهر اللي هي البرودرومة الفيز اللي هي ممكن قد تمتد الى عشرة او خمستاشر سنة تخيالوا عشرة او خمستاشر سنة في البرودرومة بعد كده تبدأ تظهر الكلينيكل مانيفستيشن الموتور اللي هتخليني اشخص المرض فبالتالي احنا عندنا البركنسون ديزيز دياغنوزيس بيتأخر ليه عشان عندي فترة طويلة قوي عشرين سنة عنده كونستاشر عشر سنين عنده رين بيهيفير ديسوردر اقل من عشر سنين عنده اكسسف دي تايم سليبنس او عنده هايبوزميا مش بيشم كويس او عنده ديبراشن بعد كده تبدأ تظهر البرادي كاينيزيا والريجيدي والترامورز يبدأ يظهر الفاتيج والبين والميلد كوغنيتف انفيرمنت يبدأ يظهر اليوريناري الفلكتواشنز يعني خلاص بقى بيبدأ بيبدأ القصة بروغراس بس التشخيص غالبا ما بيحصلش جد لما تظهر الموتور مانيفستيشنز يبقى كل الفترة دي كان اسمها البرودرومة بعد كده الارلي ديزيز بعد كده الادبانس ديزيز زي ما احنا شايفين هنا دي التقسيمة بقى بتاعت او الستيجز بتاعت المرض برودرومة باركنسون ديزيز early stage, mid stage, late stage ساعات بقى يسموا ما قبل البرودرومة يعني حتى قبل البرودرومة ده بيبقى فيه preclinical باركنسون ديزيز preclinical ده اللي هو يعني risk factors بتتدي تتشكل حولي environmental والpersonal والsociational والgenetic risk factors اللي هي ما قبل زهور حتى البرودرومة بعد كده تظهر البرودرومة وبعد كده يبدأ يظهر البرودرومة ديزيز itself لما تظهر motor manifestate وعشان كده ال figure بقى ده بيلخص كل اللي انا قلته اللي هو مرحلة risk phase اللي هي عندي genetic risk وعندي markers وهي دي مرحلة اللي ممكن ادور فيها على markers مرحلة تانية ممكن ادور فيها على markers اللي هي preclinical phase بعد كده مرحلة البرودرومة اللي هي مليانة non-motor manifestations بعد كده يبقى فيه slight motor signs ما تبانش قوي بعد كده ال clinical اللي بتبدأ تظهر فيها motor manifestations فالslide دع يعني لطيف قوي اللي هو ملخص القصة والstages بتاعت المرض بتبدأ ازاي في البرودرومة مرحلة عملت research criteria for prodromal Parkinson disease فيه criteria ديها بس الحقيقة criteria دي مش للطبيق الكلينيكي قوي لو بصنا عليها هللاقي هو بيعمل بيعد يحسب risk وrisk كده معينة ويرح اسيبها بحزبة معينة حزبة معقدة جدا انا حاولت حتى فهمها من البيبر للأسف ما في امتهيش بيحسب حاجة اسمها likelihood ratio likelihood ratio دي يعني positive لو طلعت الratio دي اكتر من واحد مش عارف هتبقى positive فيبقى likelihood ان يجيله Parkinson disease عالية لو قال من 1 هتبقى negative واحتمالية ان يجيله Parkinson قليلة بس likelihood ratio دي بقوا حزبتها وازاي يتوصلوا لها حاجة يعني صعبة شوية ما انا محمدهش بسرعة طيب ايه بقى الskills اللي نستخدمها في Parkinson disease سواء في research او في clinical practice يعني هل في clinical practice بنستخدم بعض الskills اه في بعض الskills ممكن نستخدمها بس بيني وبينكم استخدام الskills في Parkinson مش كتير بنعمله despite انه هو مهم عشان نقدر نفول الpatient بس مش كتير بنعمل مثلا مثل EDSS في MS اشهر طبعا الskills اللي بنستخدمها هو UPDRS وده مكون من 4 sections الاولاني non motor aspects وده 13 سؤال motor aspects اللي بتؤثر عن الاكتيفتي وده 13 سؤال بعد كده motor examination 18 سؤال ده اكبر section بعد كده motor complications وده 6 اسئلة مجموعهم ازا ما احنا شايفين كده 24 و 26 هما مجموعهم 50 سؤال الـ items بتتقسم الى 5 point scale 0 ده نور ما نفوش حاجة 1 slide 2 mile 3 moderate 4 severe Heulanyar Heulanyar scale ده بنستمه into stages من 0 إلى 5 0 no signs of disease 1 mild unilateral 1.5 unilateral with axial involvement 2 bilateral with no impairment of balance 2.5 bilateral وفي mild وفي recovery on pull test pull test اللي هو الـ retro pulsion 3 mile to moderate وفي postural instability ولكن بيتحرك وماشي لوحده 4 ده severe وفي assistant محتاجه عشان يقدر ان هو يتحرك بس يقدر يمشي ويقف لوحده ولكن محتاج بعض المساعدة 5 ده very severe وده share bound ويعني ما يقدرش ان هو يتحرك لوحده اللي فاتوا هم اشهر two scales بنستخدمهم في practice في حاجات ثانية بقى زي schwab و england شهون شهور قوي في شوية cognitive scales بقى بتاعت Parkinson دي بقى لو انا بعمل research معين على cognitive assessment in Parkinson disease نخش بقى على الجزء المهم جدا جزء management of Parkinson disease الأدوية اللي بنستخدمها في علاج Parkinson disease زي ما اتفقنا ان احنا عندنا prodroma في الاول بعد كده بنشخص الاول ما تظهر motor manifestation وساعتها هيتيجي الخناء الشهيرة جدا بتاعت initiation of dopaminergic treatment نبدأ بأدوية الدوبامين ولا لا especially early in the disease especially in younger age groups نستخدم من الاول الليبودوبا ولا لا نستخدم الليبودوبا انا هنا بتكلم على early Parkinson disease ايه الابشنز المتاحة عندي لعلاج Parkinson disease الادوية المتاحة بغض النظر عن strategy ايه الادوية المتاحة اول حاجة عندي الليبودوبا الليبودوبا ده اللي هو جوه الجسم قد يتحول الى دوبامين بفعل انزيم اسمه doba decarboxylisa تقول لي طب دي حاجة حلوة ده انا حاولت الى دوبامين لا مش حاجة حلوة ليه لان لو حصل peripheral decarboxylation الدوبامين مش هيعرف يعدي البروت بنين باريير انا عايز الليبودوبا يوصل زي ما هو يعدي البروت بنين باريير كليبودوبا وجوه البرين يتحول الى دوبامين لان هو ده المكان اللي انا محتاج فيه الدوبامين طب هتعمل ايه لازم امنع الaction بتاعة doba decarboxylisa البريفرال ده امنعه ازاي بالcarbidoba والbencerazide carbidoba لما يتحط على levo doba يعمله السينمات اللي هو الدواء الشهير جدا عندنا في مصر البensera لما يتحط على levo doba يعمله دواء اسمه دوبار مش موجود قوي عندنا في مصر ولكن بعض الناس بتجيب من بره وبتمشي عليه طيب كده انا انجهت ان انا امنع البريفرال decarboxylisa فوصلت levo doba الى البرين جوه البرين يتحول الى دوبامين فيه ادوية بتشتغل كدوبامين اجونست زي المجموعة دي الابومورفين والروتيجوتين والبروموكربتين والكبرجولين والبرجوليد والبرامي بيكسول والروبينيرول الامنتاديين كمان اللي هو الانتي بيرل فيه عندي ادوية بتشتغل اللي هو راسا جيلين وسيلجيلين بتشتغل كماو انهيبتور ماو انهيبتور ده ليه لانما الدوبامين عندي جوه البرين قد يتحول الى حاجة مش لطيفة اسمها 3-4 دي هيدروكسي في نالاكسيديك أسل في نالاكسيديك أسل فأنا عايزه يفضل زي ما هو دوبامين مش عايزه بتحول الى حاجة تانية فالماء وبي ده أنا عايز انهيبت فأدي راسا جيلين وسيلجيلين عشان انهيبت الماء وبي اللي هو هيحول الدوبامين للإسم الميكالك عدد طيب برضو الدوبامين قد يتحول الى حاجة اسمها 3-O-methyl-dopa بفعل حاجة اسمها كومت كومت ده اللي هو الكاتيكول O-methyl-transferen فهدي ممكن كومت انهيبتور كومت انهيبتور زي الانتا كابون والتول كابون الانتا كابون ده اللي هو لما تحط على السينيمات بقى اسمه استليبو هو استليبو ده أو اللي هو اسمه في الماركت المصري فاركي كابون اللي هو لو لوحده لكن لو تحط على السينيمات اللي اثنين مع بعض يعملوا اللي هو استليبو اللي هو بيبقى بجوه ليبو دوبا وحطت معاها الكاربي دوبا عشان الكاربي دوبا تمنع الفريفرال دي كاربوكسيليشن وحطت معاها انتا كابون عشان يمنع الكومت من انه يحوله الى 3-O-methyl-dopa دي كده الـ المتاحة نسينا بقى الانتا كولينيرجيك ما احنا عندنا هنا ميزان في البرين ما بين الدوبامين وما بين الاسطال كولين الميزان ده اختل الدوبامين قال فانا عايزة تريد هذا اريستور هذا البالانس فممكن ندي انتا كولينيرجيك زي البنزيتروبين والأورفرادرين والبروسايكليدين وترايهكس في نديل ده بقى يعني سلايد تاني لشرح الموضوع عايزكوا بقى يعني بعد ما خلاصوا المحاضرة ترجعوا لسلايد ده كده تعدوا تستمتعوا به بعد ما فهمنا الستراتيجز عموما وفهمنا الابشنز المتاحة محطوطين بقى ايه مرصوصين براسة كده بس خلاص احنا فهمنا من المسلائد اللي فات القصة ماشية ازاي نبدأ بالليبو دوبا فورميليشنز والليبو دوبا فورميليشنز الحقيقة عندي فيها اشكال وانواع كتير قوي يعني الاشهر والشكل اللي احنا متعودين عليه في مصر اللي هو الكاربي دوبا اللي هو كاربي دوبا يبو دوبا الماضي اللي هو اللي زي السينامية في أكستيندد اللي هو مين اللي هو الاستليف اللي هو الاستليفه وكلهم تشجيلوا على فاركنسون ديزيز دعينا بأنه هو انا عيان نقص دوبامين بدلي دوبامين حشت الدوبامين يرجع ما عملتش أي حاجة زي الإنسولين العينين السكر اضطت الإنسولين السكر الشلت الإنسولين السكر عالي فهو انا ما عملتش أي حاجة الدزيز ولكن يا ريتو سيمتوماتيك تريتمنت ويفضل مكمل معايا لا ده الأسف بقى الشديد ان هو بيحصل منه مشاكل ممكن يحصل منه بيك دوز ديسكينيزيا يعني يحصل زيادة في الموتور او ممكن يحصل يعني العيان يرجع تاني باركنسون عشان مفعول الدواء راح ده مش بس كده ده احنا ممكن بعد فترة من اللي احنا نمشي على السنمات فترة معينة يفقد مفعوله يعني خلاص ما بقاش جايب نتيجة يسموا بقى الفترة اللي هو كان جايب فيها نتيجة دي الهانيمون بيليو ودي اللي خلت ناس كتير تتبنى فكرة دوبا سيبنج ستراتيجي او ليفو دوبا سبيرنج ستراتيجي شايفين كده الكلمة دي؟ ليفو دوبينج سبيرنج ستراتيجي يعني ايه؟ يقولك مش انت السنمات ده اهم ده اه احلى ده وعملك؟ اه؟ طيب يعمل ايه بتنزل بيه بدري؟ يعني انت وهو انت عارف ان عمره قصير كنت بشد القصة دي زمان كنت بشرح الموضوع ده زمان قوي بس خلاص اللعيب ده معرفش حد بفكره ولا لأ كان اللعيب مشهور قوي في الاهلي اسمه وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين كان اللعيب حريف قوي وكان يعني خليفة الخطيب والخطيب لما اعتزل لبسوا التيشرت بتاعه رقم عشرة ويوم مطش اعتزاله وكان يعني عيب حريف جدا بس وليد صلاح الدين كان قليل كده وإلا خالص فكانت مشكلة ان هو ما بيعرفش كامل مطش كامل ينزل اول مطش يشحر بعد التلت ساعة فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بينزلوا اخر تلت ساعة يجيب جون يجيب الهدف الزهب يجيب الحاجات دي لكن هو ما يقدرش يبدأ مطش من اوله فقلت بش السنمات ده العيب حريف قوي وهيجيب نتيجة فعالة واكيدة بس ما عارب مش هيكمل معاك في هانيمون بيريد بعدها هتلاقيه فايس منك خلاص ودخلت بقى في الكمليكيشنز والفلكتوشنز والعواء بتاع السنمات فبالتالي يقولك طب ما ما تنزلش بيه بقدري اشتري كم سنة كده من غيره اشتري كم سنة مشي حالك بالحاجات التانية من غيره ويبقى انت اشتريت للعيان كم سنة من غيره وكانوا يسمون دي دو با سيدنج استراتيجي ولكن الحقيقة حتى الكلام ده زي ما هقول بعد شوية اتغير ريسنتلي اتغير ريسنتلي بعد البيبر كتلاطيفة اقوي بمناسبة الكورة بقى متكلم على وليد صلاح ومش عارف ايه المطش ده بين ايطاليا وغانا هو ما فيش مطش ولا حاجه هو دي بيبر عبارة عن مطش كده بين ايطاليا وغانا واحد كده من دماغهم ترقاعة قالك انا عايز اعرف وهو فكرة الدوبا سيفنج استراتيج دي فعلا حقيقية او لا حد عارف مين الاتنين اللي عيدة دول دول اشهر من كلاسيكيات الكورة الايطالية روبيرتو باجيو وعبيدي بلايه طبعا اشهر مشهور في الكورة الكورة الغانية اللي حصل انه هو عايزي ايه يشوف هل فعلا ان انا اسيف ووفر كده وحط الخبس كده للسينمات في جيبي ده فعلا يعني بيفيد ولا لا فجاب ايه جاب مجموعة من الايطاليين عندهم باركنسون ديزيز وجاب مجموعة من الغانيين عندهم باركنسون ديزيز شو معنى غانا قالك غانا دول اصلا هم مشكلتهم انه هو المرض بيتأخر عندهم وانه هو ممكن عبال ما بيبدأ السينمات بيبدأ ومتأخر قوي لكن ايطاليا بتشخصوا على طول وعندهم سيربس افضل فتشخصوا على طول وخدوا علاجة على طول لقى ايه لقى انه العيانين الايطاليين اللي بدأوا ليه بودوفة بدري اهو بدأوا هنا بدري versus الغانيين اللي يدوبك عبال متشخصوا بدأوا هنا تقريبا تقريبا كلا هما كلا لتو جروبس بدأ يديبلوب الكومبليكيشنز قريب اون بعض يعني اه طبعا الجانيين متأخرين شوية بس يعني المسافة بينهم لا تعبر عن فرق الفترة اللي خدوا فيها ليبوتوفة معناها الايطاليين خدوا ليبوتوفة فترة طويلة وتمتعوا به فترة طويلة جدا وظهر الكومبليكيشنز منه والقلق بتاعه ظهرت تقريبا في وقت قريب من وقت الجانيين اللي لسه يدوبك بدينه مبارح طب لين القصة دي حصلت فاستنتج الناس بتوع الفيفر دي استنتجه ان قصة الموتور فلاكيشنز والقصة الكومبليكيشنز اللي بتحصل ليها علاقة اكتر بالديزيز ديوريشن رادر دان العلاج بدأت وقامت يعني ليها علاقة بالديزيز ديوريشن اكتر فعشان كده بدأنا نتشكك في حتة الدوب فاسيبيجن ستراتيجي يا عميدي العيان سينيميتكا اللي روّق عليه من بدري ما تحوش المضادة وتخبسه كده في جيبك ولا حاجة العيان محتاجه الدهوله بس الحقيقة هنا البراكتش زي انا هنقول دلوقتي الجايدلاينز يعني هتبدأ تموديوليت القصة دي شوية هتوسطنها شوية لا هو دوب فاسيبيجن ستراتيجي تفضل مدكينه تحت البلاطة مش هايز تطلعه يا عم مطلع بالسينيميت يا عم مطلع بالسينيميت ولا ان انت مش هبرق سينيميت كده اول ما تشوف عاني يلا خد سينيميت ايه شو حياتكو يا جدعان سينيميت للابد لا لا دا ولا دا زي ما احنا شايفين هنا ده الكونكلوجين بقى بتاحهم ان الموضوع مرتبط باللونجر ديزيز ديوريشن اكتر زي ما قلت لكم طيب احنا كده خلصنا اول علاج معانا اللي هو السينيميت او الليبودو تاني حاجة معانا الانسي كولينيرجي ودي ممكن نستخدمه كمونوثيرابي مونوثيرابي من الاول خالص والبيبريدين فعال اكتر فعال اكتر في حالات الترامولز يعني الحالات اللي معها ترامولز اكتر البيبريدين فعال فيها اكتر اللي هو الاكتينون او الاكينتون تمام ممكن استخدمه طبعا كأدجانكتف ثرافي زي الترايهكس فينيديل والبينزتروفين ممكن استخدمهم كأدجانكتف ثرافي السيفتي طبعا مشكلته الرئيسية في الكوجنيشن والمانيفستيشن الغلسة بتاعت الانتيكولينيرجي الانتيكولينيرجي هيعمل درايه معه هيدايق العينين قوي ماشي في رئيهم الانتيكولينيرجي بيأثر على الكوجنيشن لو واحد قول دي ايج ويعني يا دوبك دماغه مطلصمة ممكن تلاقي الكوجنيتف فانكتف تأثرت الانتيكولينيرجي ممكن تزود الانتراوكولور بريشر فلازم نسأل الاول على الكولوسد انجل جلوكوما قبل ما نكتبه رقم اربعة ممكن في عيان ميل تعمل مشاكل في البروستيت والعينين دول كامل يبقى عنده بروستاتيك انلارجمنت فلازم نسأل على اذا كان عنده مشاكل في البروستيت ولا لا لانه ممكن يعمل يوري ريتينشن فمشاكلها كثير الحقيقة الانتيكولينيرجي ولكن هي فعالة جدا في الترامورز لا نستحي ان احنا نكتبها في الترامورز ولكن ببريكوشنز معينة ولازم ابقى مانجينج واخد بالي من الصيد افكت بتاعتها الماوبي انهيبتورز اللي احنا اتفقنا بانهيبت الماوو اللي هو بيحول الدوبامين الى الثلاثة اربعة القصة دي اللي هو الماوو انهيبتور ده اللي هو سيليجيلين وراسجيلين وحاليا مش حاليا او يعني قريبا بقى فيه ايجون تالت اسمه سفينة معايد سفينة معايد سفينة معايد سفينة ريسي تعلمين سفينة معايد يبقى السيليجيلين اللي هو ماو بي انهيبتور وده بيستخدم كادجونكتف تريتلت الرسجيلين كمان ممكن يستخدم كمونو ثيرابي وادجونكتف يعني الرسجيلين اللي هو اسمه في السوق المصري دوبامينيكت او فاركن تريتر ده يعتبر الماو بي انهيبتور اللي ممكن استخدمه اللي واخد ليبل اللي ممكن يستخدم كمونو ثيرابي الواحدة ده السفينة معايد اللي هو زاداقو الميت ميلي جرام اللي هو بيستخدم في الموتور سيمتوم والموتور كميليكيشنز في الميد تو ليت ستيج باركنسون ديزيين الماو بي انهيبتور زي ما اتفقنا ممكن يستخدم كمونو ثيرابي وممكن يستخدم كادجونكتف ثيرابي يعني حتة ان هو يمنع الموتور كميليكيشنز لا ما عنديش ستيجز ابيلابل تقول ان هو ممكن يمنع الموتور كميليكيشنز السيفتي نخلي بالنا بس من التيرامين انديوسد هايفرتنشن ان انا ما استخدموش مع ادوية تانية زي الاسسر اي مثلا عشان ما نخشش في سيريتونين سندروم والضغط يعلي جدا الامنتدين هو اصلا اوريجينالي كان بيشتغل كانتي فيرال الامنتدين كان بيشتغل اوريجينالي كانتي فيرال في منه الاميديات ريليس وفيه الاكستيندر ريليس مش موجود في السوق المصري وهو نامدى انتاجونست بيستخدم لتريتمنت اوف باركنسون ديزيز وبيستخدم كمان لديسكينيزيا يعني احد الادوية اللي ليها ليبل في الديسكينيزيا اللي بتحصل مع البركنسون ديزيز الحقيقة ممكن يستخدم كمونو ثيرابي ممكن يستخدم كأدجنكتف ثيرابي الموتور كومليكيشنز هو يعني خلي بالك هو مفيش افيلاب الستادس لانه يبريفانت لكن هو ممكن يعالج الديسكينيزيا السيفتي نخلي بالك هو ممكن يعمل ديزيزيز وانيكزايتي وانسومنيا وفومتين وإديما ونايت ميرز واتاكسيا واجيتيشن وكلستيشن او دارية في منه فورم جديد اللي هي الـ ER فورميلا الـ ER فورميلا اللي هو جوغافري جوغافري ده خد ليبل في الديسكينيزيا في علاج الديسكينيزيا خد ليبل في علاج الديسكينيزيا إلا حتى الأخرى يأخذوا ليبودوبا عشان يمنع الويرنج اوف فنومنا يعني ايه ويرنج اوف اندوب دوز ويرنج اوف يعني انا ديت الدواء والدواء مفعوله قل بالوقت خلاص مفعول الدوبامين قل فحصل ويرنج اوف تلاشة يعني خلاص قل فلما بدي بقى الانتا كابون الانتا كابون ده بيمط وبيستريتش الاكشن بتاع ليبودوبا شوية بيزوده بنسبة 30 في المية فبيزود دلوقت شوية فيقدر يغطي بيه الفترة اللي الدواء هي يقع فيها فيحصل فيها اوف فريد لا فيسدي لي الجاب دي لانه هيمط في الاكشن بتاع ليبودوبا بنسبة 30 في المية تقريبا في دواء جديد اسمه اوبي كابون اوبي كابون ده خمسين 30 ميلي جرام ده مستو في ان هو يعني اكستندد ريليس بيستخدم مرة واحدة في اليوم اللي هو اونجنتيس اونجنتيس ده الاوبي كابون ده جديد وده بيستخدم ليه مجموعة الدوبامين اجونست والمجموعة دي مجموعة الدوبامين اجونست في منها جزئين جزء الارجوت اللي هم المجموعة القديمة العتيقة اللي ما عدناش بنستخدمها زي البروموكريبتين والكابرغولين والديهادرو ايرغوكريبتين والليسوريد والبرغوليد ودول المجموعة اللي هم بيشتغلوا على الدوكا ريسيبتورز دوكامين ريسيبتورز دي 2 و دي 3 بدفرنت افينيتيز وبيشتغلوا على النور بنيفرين ازوال وبيشتغلوا على بعض الفايف اتش تي 2 بي ريسيبتورز اللي هم السريتونين ولكن المجموعة دي ما عدناش بنستخدمها في الوقت الحالي نظرة للسايد افكتس بتاعتها المجموعة الاحدث بقى اللي هي البرامي بيكسول وفي منه كذا شكل الاميديا تو الاكستندد ريليس الروبينيرول اميديا تو اكستندد روتيجوتين والأبومورفين ودول مجموعة الدوبامين اجونست ودول كلهم اورل ولكن الروتيجوتين في منه ترانس ديرمال باتشيز والأبومورفين ده حقا بتشتخدم سبكتينيس وده لطيف جدا في علاج الوف فيديوز او الوف ايبسودس يعني ايه اوف؟ العين هو اون معناها انه هو الدواء شغال كويس اوف معناها الدواء خلاص ما عادش شغال كويس فيروح حقن نفسه سبكتينيس بأبومورفين يشتغل زي الفل بمناسبة الحقن دي بقيت موجودة حاليا في السوق المصري بس يعني جايب بسبيشيال انفورتيشن لايسنس كده يعني اريد ممكن تبقى لايسنس وريجسترد في المنستيديوكادي دول الدوبامين اجنس المشهورين اللي هو الريكيب اللي هو الروبينورول ودي الباتشز بتاعة النيو برو اللي هي الروتيجوتين والأبومورفين اللي هو الانجاكشن الـ FDA قريب قوي دواء جديد اسمه استراديفيلن المفروض انه هو بيشتغل على الادينوزين الادينوزين ده اللي هو بتاع الكافيين البريساز ميكانيزم اللي بيشتغل بيه او اللي بيعمل بيه ترابيوتك افكت بتاعه في الباركنسون مش معروف قوي ولكن الدواء اسمه استراديفيلن والاسم التجاري بتاعه اسمه نوريانز بتاعك النوريانز ايه ايه هي بتع circuit ، بقى الـ بتاعكى التلواء الـ تعاوان الـ عندنا حاجات وحدة level A evidence زي الماو B inhibitor سليجينين وراسجينين الدوفامين agonist سواء oral أو transdermal أنا ممكن أبدأ بالagonist في الـ younger age الـ ergot derivative is not recommended as first line إحنا اتفقنا خلاص ان الـ ergot خلاص ما عمناش بنستخدمه الـ levodopa هو most effective symptomatic treatment level A amantadine أو anticholinergic level B قسم العينين في الـ recommendation إلى 3 أنواع عينين مش على dopaminergic therapy عينين على dopaminergic therapy وعينين عندهم disabling tremors العينين اللي هما not on dopaminergic therapy العينين دول ممكن ان احنا نبدأ لهم بـ mau B inhibitor أو anticholinergic أو amantadine أو combination بتعجبني قوي 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 الجملة دي يقولك stage will come when there is requirement for adding levodopa or dopamine agonist يعني ايه؟ يعني هي جاية جاية فأنت بقى استعجلت عملتها يعني بدري هي جاية جاية أصبر على رزقك هي جاية جاية بقى استعجلش على الرزقك لو عينين قريدي على dopaminergic therapy في الحالة دي ممكن لو هما بياخدوا dopaminergic therapy زود الدوز لو انت عايز تعدل يعني في التريتمنت switch between agonist add levodopa لو هما على levodopa زود الدوز ديف agonist ديف كومت انهيبتور يعني حولوا مثلا اللي استليفه او ضيف باركي كافون لو عين عنده disabling tremors سأحط بقى الانتيكولينيرجيك زي ما اتفقنا الانتيكولينيرجيك حلوة قوي في التريمور كلوزابين بيتا بلوكر اللي هو البروبرانولول او اعمل deep brain stimulation ودي مجموعة خلاصة recommendation بتاعة EFNS و movement order society في management of parkinson disease كل دواء بالlevel of evidence بتاعه ممكن نرجع لها بعد ما نخلص الفيديو ناخد منها screenshot كده هتبقى reference لطيف بالنسبة لكم in nice guidelines في 2017 برضو اتكلمت على management of early parkinson قالت ايه offer levodopa in early stage لما motor symptoms to impact the quality of life فهي دي بقى الموديفكيشن اللي انا كنت بقولكم عليه اللي اتعامل بعد مطش مصر بعد مطش ايطاليا وغانا اللي هي فكرة ان انا اه ما كيش ما يمنع ان انا دي اللي اتعامل اللي اتعامل اللي اتعامل بس ما شبرقش بقى كده ايديك من اول ما شوف العيان وشخاصه ان انا اتديره لا لو الموتور سمتونس افكتنج القواليتي اف لايف ساعتها ممكن ان انا اضيف الليبو دوبا consider choice of dopamine agonist الليبو دوبا مو بي انهيبتور في الناس بتوع ال early parkinson لو الموتور سمتونس مش معسره عن القواليتي اف لايف لكن لو معسره اضيف الليبو دوبا don't offer ergot drived dopamine agonist as first line خلاص ما عدناش بنستخدم كل ده كان ال parkinson disease في ال stage early طب لو دخلنا بقى على ال late stages ال late stages دي بتبدأ تظهر فيها ال complication هنلاقي بعد ال honeymoon ال honeymoon ده كان بيحصل fluctuations لما بنيدي الليبو دوبا يعني ندي الليبو دوبا فيزيد الدوبامين قوي بعد كده ينقص قوي بعد كده يزيد قوي بس كل ده كان مقبول within limits شايفين ان الفلكتويشنز هنا متغطية بالخط ده مع مرور الوقت تبدأ الفلكتويشنز تخش على خط ظهور ال dyskinesia هنا قدي الدوبامين العين يترقص يخش في peak dose dyskinesia بقه ووشه جسمه كله يعد يترقص يروح مفعوله يخش في parkinsonian features off period wearing off وبمرور الوقت يبقى الوقت دايق جدا يا دوبك يستمتع بالسينمات حاجة بسيطة قوي بعد كده يخش في peak dose dyskinesia بعد كده حاجة بسيطة قوي يستمتع بعد كده يخش في off period يعني طول الوقت في حالة fluctuation نسمي الجزء الاخضر اللي في الوسط ده on state اللي هو فيها كويس ودي زي ما احنا شايفين بمرور الوقت ومع العمر early to moderate to severe بتبدأ تديا ال on يبدأ يديا لكن ال off بيزيد دي off state ودي dyskinesia بقى اللي هي on بزيادة اللي هو عيان فك بس فك خالص ده انت فكت صواميره خالص يا راجل يعني انت فكته من التخشيبة بتاعة الparkinson بس هك بقى بيرقص ده وصف تاني لل dyskinesia انا في off ادت دوبامين الدوبا بقى في dyskinesia peak dose dyskinesia في الاخر دخلت في wearing off ودخلت في off stage تاني فلو اخدين ده انا ادوبا كنت on هنا وبعد كده متضرر بقى من dyskinesia شكل تالت عشان يشرح الموضوع اكتر على مدار اليوم انا شوية off on dyskinesia on off on dyskinesia on off وهكذا حتى انواع الفلكتوشن دي ليها كذا شكل تاني يعني في wearing off خلاص في منها في delayed on اللي هو بقى حتى on حتى البيبسي ماخدتش بقى يعني حتى on بيشتغل متأخر قابل يعني ليه عشان يعني عندي delay gestric absorption هنا المشكلة بقى انتستاينل انه بتاعه تأخر فبالتالي on تأخر ساعات بقى no on يعني تدي مفيش on اصلا ما بيقومش عارف عربية كده والبطارية بتاعها نامت ما بتقومش اصلا random on off random on off بقى ده اللي هو انا مش قادر اكسبكت يعني العين لو بيقول لي انا بقف مثلا كل يوم من الساعة 3 للساعة 4 وبقف تاني من الساعة 8 للساعة 9 فانا خلاص ابقى فاهم ان احنا في الجزء ال off ده اعمل حاجة بقى اعمل ايا من الاستراتيجز اللي بنعمل عشان نطول المفعول بتاع الليبو دوفا يعني مثلا مثلا حط كونت انهيبتور حط انت كابون يعني الليبو من سينمات لستليبو مثلا يعني او حط مع السينمات حط مع فاركي كابون مثلا او ضيف دوفامين اجونست او احقن احقن افو مورفين في شوية اللي هو فيهم off يعني اعمل اي او يعني ما لسه بتديك ارث السينمات و ارث تاني او نص ارث تاني يعيش معها فترة اطول فالالانكسبيكتد او الراندم on off ده برضو ممكن يبقى مشكلة زي نحن شايفين ده شكل تاني لل ديسكينيزيا برضو يعني نرجع له بعد من خلص الفيديو برضو السلايد ده لطيف انه هو بيبين لنا التغيرات اللي بتحصل مع الوقت ارلي باركنسون بيبقى عندي احتمالات الدسكينيزيا ثراشول يعني بعيدة شوية بعد كده تبدأ الفترة اللي العيان فيها ممكن يحصل الدسكينيزيا فيها يتقرب ادي الثراشول ده هنا هنا بعيد فال افاكت بتاعي قري on فترة طويلة والثراشول بتاعة الدسكينيزيا بعيد بعد كده هنا الصغر والثراشول دقرب هنا الصغر جدا والثراشول بتاعة الدسكينيزيا ادوبك اخد الدوز من هنا اخش الدسكينيزيا ارجع تاني ادوبك شوية on فترة قليلة وبعد كده ارجع لل فنومنا فبيبقى فيه شورتر ديوريشن وهي الموتور فلكتوشن او الشهيرة اللي بتحصل مع السنمات او مع الليبو دوبا طيب ازاي ده نحل مشكلة الدسكينيزيا والموتور فلكتوشن دي اللي بتظهر عندنا اوبشنز كتير قوي الاوبشن الاولاني ان انا اقلل الليبو دوبا دوز عشان الدوز لما تقل احتمالات الدسكينيزيا تقل يعني ما تديش ارس كامل ادي مثلا نص ارس لان ارس هي ولكن كل دوز تبقى قليلة اعمل فراكشنيشن للدوز يعني ممكن حلول تانية ان احنا ممكن نقد كومت انهيبتور نقد ماو بي انهيبتور نقد دوبامين اغونيست او نسويتش تولونج اكتن دوبامين رسيبتور اغونيست الحاجات الاكستند دريليس يعني زي ما اتفقنا الفراكشنيشن بتاع الليبو دوبا او الليبو دوبا انفيوجن او بقى لو القصة بازت خالص دور على مثلا لو انا مشكلتي اكتر off period الoff period كتيرة ممكن استخدم الابومورفين اابومورفين ده سبك تينيس في الoff period زي بقى لطيف قوي لو بعد كل الهيصة اللي انا عملتها دي مفيش تحسن يبقى ما قداميش غير ان انا اعمل الانتربانشن الانتربانشن هنا يا بالسيرجري يا بالدي بي اس اللي هو دي برين تميليشن وده الجوريذم لطيف جدا الحقيقة هيلخصنا القصة انت لو شخصت اديوباثيك باركنسون ديزيز اللي احنا متكلم عليه وفيه محتاج سلايد سيمتوم ريليف ممكن تبدأ بالمو بي انهيبتر لو فيه فانكشنال دي سابيلتي يعني ابتدأ يبقى فيه موتور فانكشنال دي سابيلتي لو مفيش استنى شوية لكن لو فيه ممكن تبدأ بليبو دوفا او دوبامين اجونس بالذات الدوبامين اجونس لو السن من 70 ل75 سنة وممكن تعمل كومبينيشن لو الدنيا مشيت ساتسفاكتوري اوكي لو الكمبينيشن مش ضبطة معاك في الحالة دي ظهر مثلا موتور فلاكتويشن ممكن تضيف كومت انهيبتور لو الدسكينيزيا عنيفة قوي جرب اما انتا دين او لو القصة مش كنترولة بالخالص يبقى نصدر بقى دي بايس زي دي بي اس نفس القصة لو فيه دراج رزيستن تريمورز يعني القصة مش جايبة خالص يبقى ساعتها نشوف دي بايس ايد تيرابي يمكن انا عارف انه ممكن يكون مش باين قوي الالجوريثم ده بس اللي هي ليفو دوبا كربيدوبا انتسطيني الجل ايبو مورفين بامب بيقول ان انت تعملها مثلا لو عيان عنده مائلد تو مودر كوغنيتف امفيرمنت ولكن معا موتور فلاكتويشن واضحة والليفو دوبا افكت ما زال شغال يعني لسه بيستجيب للليفو دوبا ولكن الموتور فلاكتويشن مش قادر ان انا اتعامل معاها بالادوية او مش قادر ازبوطها بالادوية ممكن ان انا اجرب ال lcig epopump especially لو الpatient ده الage اكتر من 95 سنة فانت خايف من الادوية شوية برضو لو في significant depression ممكن تعملها لو في disabling dyskinesia لا ممكن تعمل في الحالة دي ال dbs هو first choice هنا لو drug induced hallucinations ممكن تعمل dbs او lcig اللي هو lipodopa carbidopa intestinal gel لو الpatient ده السرجري في contraindicated ما قدامكش غير ان انت تختار البمب او تختار ال device لكن في الاخر لو كل حاجة مش نفعة والpatient not contraindicated for surgery يبقى ساعتها ما قدامناش غير ان احنا نعمل السرجري والسرجري الحقيقة في many options ولكن ها مش في السكوب بتاع المحاضرة النهاردة بكده انا يعني غطيت مع حضرتكو overview عن الparginson disease اتمنى انه يكون مفيد بالنسبة لكم ولو في اي اسئلة او استفسارات ياريت لو تكتبوها لي تحت الفيديو وانا هرد عليها بنفسي بشكرك شكرا جزيلا وإلى اللقاء في محاضرات قادمة ان شاء الله